بيبدأ في المينة سنة 83 في مدينة في شمال إيطاليا مع إيليو وحبابته ميرسيا وبيوصل للبروفيسور بيرليمن اللي هو والد إيليو ديف وبيكون ناوي ويوعد عندهم كام أسبوع علشان عنده شوية شغل مع والد إيليو وبينزل إيليو ويرحب بأوليفر صديق والده وبياخد شرطه وبيطلعها على القودة اللي هيوعد فيها واللي بتكون هي نفسها قودة إيليو وبيقابل أوليفر ميرسيا صاحبة إيليو وبيتعرفه على بعض وبيسيب إيليو قده لأوليفر وبيروح القودة اللي جنبها وبيكون الفاصل بين القدتين هو الحمام بس وبييجي الليل وبيضرب جرز العشان فبيدخل إيليو علشان يصحي أوليفر لكن أوليفر بيقوله إنه مش هيقدر ينزل وبيكمل نوم وبيسحى أوليفر تاني يوم وبينزل على الفطار فبيعرض عليه إيليو إنه ياخده ويفرجه على البلد وبيوافق أوليفر وبيقوله إنه حابب يشوف بنكه قريب علشان عاوز يفتح حساب وبينزل إيليو وأوليفر للمدينة وبيقوله إيليو إنه هم بيوجو البيت ده في الكريسمس والصيف بس وفجأة وهم بيتكلموا بيقوم أوليفر وبيكلم إيليو بتناكي وبيسيبه ويمشي وبيكون والد إيليو عالم في الجيروجيا وبيشتغل من البيت مع أوليفر وبعدها بياخد إيليو أوليفر لصحابه وبيسمع حبابته ميرسيا وهي بتكلم صحبتها وبتكون بتعاكس أوليفر وبيكون كل صحابه معجبين بأوليفر فبتحس ميرسيا إن إيليو زائل منها وبتحاول تصالحه لكنه بيسيبه وبيمشي وبيطلع إيليو على البيت وبيحلق شنبه لإنه بيكون عايز يكون أحلى من أوليفر وبينزل لهم إيليو على العشاء وبيقول لبابا ومامته ندفك جديدة تانيك وإنه مش طيقه فبيقول لبابا إن كلها كام أسبوع ويمشي وإنه لازم يتحمله شوية وفي نفس اليوم بالليل بيكون في حفلة فيها كل أصحاب إيليو اللي بيكون كلهم مركزين مع أوليفر ومعجبين بيه فبيتضيق إيليو وبيحس إن محدش مهتم بيه وبيقوم كلهم يرقصوا وبيفضل إيليو قاعد متضيق وبيشرب كتير ولما بيحس إيليو بالغيرة على ميرسيا بيقوم يرقص معيها وبعد ما بيخلصوا رأس بياخد إيليو حبابته ميرسيا وبيروحوا عند البحيرة وعلى الفطار بيحاول إيليو إن يغيز أوليفر وبيقوله إن هو وميرسيا قدوا الليل كله بسوار وإنه متأكد إن ميرسيا بتحبه وعمرها ما هتسيبه وبعدها بنشوف كارلا صاحبة أوليفر جاية علشان تسأل عنه وبيقول لها إيليو إن أوليفر عنده شغل مع بابا وبيخرج أوليفر وبيعتزل لكارلا وبيقول لها إنه لازم يروح الموقع مع إيليو وبابا وبيوصلوا الموقع وبيمراهر إيليو من الأثار اللي أول مرة يشوفها ولما بيخلصوا شغل بيقترح الأب إنهم يعوموا شوية قبل ما يروحوا وبتكون دي أول مرة أوليفر وإيليو ما يكونوش قاعدة وأول ما بيوصلوا لبيت بينزل إيليو من العربية وهي لسه بتتحرك وبيجري ياخد عجلته لإنه بيكون عنده معاد مع بيرسيا وتأخر عليها وبيوصل إيليو فعلا للمكان لكنه مش بيلاقي ميرسيا وتاني يوم بيكون إيليو قاعد مع بابا ومامته اللي بيحس إنه منهم متغير وفي حاجة مضايقية لكن إيليو بينكر وبيقول لهم إنه مفيش حاجة وفي اليوم اللي بعده بينزل أوليفر وإيليو للمدينة سوا وبيقف قدام نصبة إسكيري وبيحكي إيليو لأوليفر عن تاريخ المكان فبيتفاجئ أوليفر من كم المعلومات اللي عنده من رغم من إنه لسه سنه صغير وبيبدأ أوليفر يعجب بيه وبيركع أوليفر وإيليو على البيت وبيلاقوا عندهم ضيوف على الغداء وفجأة بينزف إيليو لكن محدش من أهله بيعبره وبيقولوا للضيوف إنه ده بيحصل دايما لكن بيقلق أوليفر على إيليو وبيقوم علشان يتطمن عليه وبعدها بيسيبوا أوليفر وبيخرج وفي الطريق بيقابل ميرسيا حبيبت إيليو وكارلا اللي هي أصلا مواجبة بيه وبيقولهم يروحوا يتطمنوا على إيليو لإنه تعبان وبتروح ميرسيا وكارلا لإيليو وبعد ما بيتطمنوا عليه بيقلبوا منه يخرجوا علشان يقوم وبيصحى إيليو تاني يوم وبيكلم ميرسيا وبيروح يشوفها وبيكون جايب لها كتاب هداية وبتاعترف له ميرسيا بحبها لأول مرة وبتقوله إنها بتحبه بس خايفة إنه يكسر قلبها ويسيبها فبيقول لها إيليو إنه بيحبها وإنه مستحيل يسيبها وبعدها بيعملوا حاجات عيب ولما بيروح إيليو بيكتب جواب لأوليفر وبيقوله إنه محتاج يتكلم معي وتاني يوم بيلاقي إيليو جواب من أوليفر على مكتبه وبيقوله خليك نوضك شوية وبلاش جواه مراقين وبيتفق معي إنهم هيتقابلوا بالليل وبعد الغداء بيخرج أوليفر وبتكون ميرسيا في طريقها لإيليو وبيروحوا هما الاتنين سوا علشان يعوموا وبعدها بياخد إيليو وميرسيا على مكان سري عندهم في البيت علشان يعملوا حاجات استغفر الله تاني وبعدين بيجي لهم ضيوف على الغداء وبيرحب بيهم إيليو وميرسيا وبيقعد إيليو يعزف لهم طول الليل وأول ما بتيجي الساعة 12 بيسيبهم ويطلع بحجة إنه عاوز ينام وبيجي تاني يوم وبيروح أوليفر وإيليو البحيرة علشان يعوموا وبيسألوا أوليفر إذا كان زعلان منه بسبب اللي حصل إمبارك وبيقولوا إيليو إنه مستحيل يزعل منه وبيرجعوا على البيت وكل واحد بدخوا القطر وبينزلوا بعدها على الفطار بيقول أوليفر للبروفيسور إنه نازل المدينة وهيخلص الشغل اللي اتفه عليه بالليل وبيخرج أوليفر وبيروح وراء إيليو على المدينة وبيقولوا إنه عاوز يقضي معاه أطول وقت ممكن وبيقعد أوليفر وإيليو بالليل سوا وبيقولوا إيليو إنه ندمان على كل الوقت اللي عدت وهو مخبي فيه مشاعره وبيطلب من أوليفر إنه يسيب له القميس بتاعه قبل مسافة وتاني يوم بيسحى إيليو وبيلاقي أوليفر سايب له القميس فعلا وبدل أسماءه المكاتب من إيليو إلى أوليفر وبيكون إيليو خارج من بيته وبتروح له ميرسيا حبابته لأنه مختفي بقاله كم يوم وبتاخد بالها إنه لابس القميس بتاع أوليفر ولما بتسأله ميرسيا هو ليه مختفي بيتهرب إيليو منها وبيقول لها إنه كان عنده شغل فبتسأله ميرسيا إذا كان لسه بيحبها أو لا فبيسكت إيليو وما بيعرفش يرد يقول إيه فبتفهم إنه مش بيحبها وبتسيبه وبتمشي أنا مش عارفة الحقيقة لو عرفت إنه بيخونها مع واحد بش مع واحدة تعمل إيه مع لنا وبيكون الأب والأم قاعدين وبيقول والد إيليو إنه أوليفر هيتطر يروح مدينة تانية علشان الشغل وبعدها هيركع من هناك على بلده على طول وبتقترح الأم إن إيليو يسافر معاه علشان يغير جاو وبيروح الأب والأم علشان يوصلوهم عند الأوتوبيس اللي هيوديهم المدينة التانية وبتروح كارلة علشان توضع أوليفر لكنها مش بتلحقه وفعلا بيسافر أوليفر وإيليو مع بعض لمدة أيام وطبعا اللي حصل في الرحلة دي حاجة ما تتحكيش بصراحة وبيجي يوم سفر أوليفر وبيروح إيليو علشان يودعه وهو عارف إنه مش يشوفه تاني وبيوضعه بعض وبيكون هم اللي اتنين متداقين جدا وبيقعد إيليو في المحطة وما بيكونش قادر يروح فبيكلم مامته علشان تيجي تاخده من المحطة وفي الطريق بتنزل مامة إيليو تشتري حاجات وبيكون إيليو قاعد لوحده في العربية وبتشوفه ميرسيا وبتاخد بالها إنه حزين فبتقوله إنها هتفضل تحبه وإنها مش زعلانة منه وبتطلب منه ويفضله أصدقاء وبيخلص فصل السيف وبييجي لشتر وبتكون عطلة الكريسمس والعيلة كلها في البيت وبيرن جرس التليفون وبيرد إيليو وبيكون أوليفر هو اللي بيتصل وبيقوله إيليو إنه مفتقده جدا فبيقوله أوليفر إنه عنده أخبار حلوة فبيرد إيليو وبيقوله إنه سمع إنه هيتجوز خلاص فعلا بيقوله أوليفر إنه هيتجوز في الربيع فبيستغرب إيليو لإنه ما حكلوش إنه كان خاطب أساسا وبتفتح مامة إيليو السماعة في القودة التانية وبيقوله والد إيليو إنه هيختار بنت تيجي مكانه السنة الجاية وبيعزمهم أوليفر على فرحه وبيفرحوا جدا بالخبر وبيقفلوا السماعة علشان يكمل كلام مع إيليو فبيقوله إيليو إنه أهله عارفوا اللي كان بينهم وبيقوله أوليفر إنه محزوز بأهله علشان أهل أوليفر لو عارفوا حاجة زي دي هيقتلوا فورا وبيقوله أوليفر إنه عمره ما ينساه وبيقفل الخط وبس كده خلص الفيلم